موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه التقطية الخاصة المستمرة من قناة الفلوجة القضائية الرأي العام والنخب السياسية المحلية الإقليمية الدولية لا زالت تحلل وترد على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسيلة إعلام أمريكية حينما ذكر أننا متواجدون في العراق في قاعدة عين الأسد التي كلفتنا الكثير لمراقبة إيران كانت ردة الفعل من لدن الحكومة العراقية والرد الرسمي للحكومة من لدن رئيس الجمهورية برحم صالح بأن الولايات المتحدة لم تستأذن العراق في قضية مراقبة إيران أو البقاء والتواجد في العراق بمقابل جملة وسيل من التهديدات من لدن فصائل مسلحة يمثلها الحجر الشعبي كفصائل مرتبطة بالمؤسسة العسكرية أو تلك التي هي خارج المؤسسة العسكرية أيضا كان هناك تهديدا علنيا وسيلا من التصريحات بهذا الخصوص بأن القوات الأمريكية قد تخرج بليلة ظلماء أو أن القواعد الأمريكية في مرمى صواريخ الفصائل والمقاومة وبالتالي الساحة العراقية مرشحة نحو أن تكون صراع جملة من التساؤلات تحوم حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام نبدأها مع ضيوفنا ولكن بعد هذا التقليل لم يعد الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق مرتقبا فقد بدأ فعلا فبعد الانسحاب الأمريكي من سوريا وإعادة تموضع القوات الأمريكية في قواعد بالعراق أصبح العراق أول خطوات المرحلة الحالية التي أثارت اهتمام المنطقة والعالم فالانسحاب الأمريكي والإعلان التركي عن مواصلة العملية لم يكن الحد الأدنى للتغيير في الخارطة العسكرية في الشرق الأوسط إذ إن القوات الأمريكية لم تنسحب إلى بارجاتها في المتوسط أو قواعدها في الخليج العربي بل انتقلت إلى العراق معيدة تنظيم صفوفها بما يتوافق مع متطلبات الصراع مع إيران ولم يعد هذا الحديث تحليلا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده باقية في العراق لمراقبة إيران مؤكدا المخاوف العراقية الداخلية التي لم تلتزم الصمت تجاه القضية كما التزمته إيران المعنية بالتصريح فرئيس الجمهورية برهم صالح أكد أن الولايات المتحدة لم تستأذن العراق لمراقبة إيران من أرضه فيما عدت رئاسة البرلمان التصريح انتهاكا للسيادة وتجاوزا للعرف القانوني والدستور العراقي أما الرأي العراقي الأهم في هذا الصراع فهو رأي الحشد الشعبي الذي لم يصدر تصريحا رسميا لكن ما صدره هو تصريحات من قادة لفصائل مشاركة في الحشد كأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الذي أكد قدرة القوات العراقية على إخراج الأمريكان في ليلة ظلماء في إشارة إلى إمكانية الانتقال إلى الصراع المسلح مع القوات الأمريكية القوات ذاتها التي هددت باستخدام كل الوسائل المتاحة ضد أي جهة تستهدف قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قواتها العسكرية في العراق تعليقا على محاولة استهداف القاعدة بصواريخ إيرانية محملة طهران المسؤولية المباشرة عن محاولة الاستهداف ليست العصائب وحدها من هددت القوات الأمريكية فالنجباء التي تعدها واشنطن إرهابية وكذلك كتائب أبي الفضل العباس وغيرها الكثير من الفصائل أعلنت موقفها الصريحة من القوات الأمريكية بل من الصراع الأمريكي الإيراني بشكل عام وهو موقف قد لا يمكن للعراق معه الحفاظ على سياسة النئيب النفس التي يعمل عبد المهدي وحكومته على تحقيقها أرحب بضيوف هذه التغطية مباشرة من بغداد أحمد البهادلي عضو تيار الإصلاح الوطني وأيضا محمود الربيعي عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق وعبر سكاي من عمان الدكتور غازي فيصل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أستاذ العلم السياسية والعلاقات الدولية البداية معك أستاذ محمود الربيعي في جملة التهديدات التي تابعناها من لدن الشيخ قيس الخزعلي الشيخ أوس الخفاجي وكذلك حركة النجباء التهديدات مباشرة تجاه التصعيد هل الفصائل جادة باتخاذ مثل هكذا خيار على الرقم من خطورته على العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهدي قناتكم الحقيقة مسألة الحديث عن الوجود الأمريكي في العراق هو حديث يمس السيادة والاستقلال نحن العراقيون تمكننا من تحقيق انتصار كبير على الاحتلال الأمريكي عندما جاء بكل قوته وعدته وعديده الذي يعادل عشرة أضعاف ما موجود حاليا وتمكننا وكنا مجموعات صغيرة بأسلحة بسيطة تمكننا من إجبار هذا المحتل على الخروج من أرض العراق وتوقيع معاهدة الإنجلاء وبالتالي نحن نستطيع اليوم أن نتحدث عن شيء آخر هو القوات المسلحة العراقية الشيخ الأمين قيس الخزعلي عندما تحدث اليوم لم يقل أن فصائل المقاومة فقط هي من ستقاوم أو لم يتحدث عن مجموعات ستقاوم إنما قال بصريح العبارة وبلغة عربية واضحة أن القوات المسلحة العراقية هذه القوات العظيمة التي استطاعت أن تزحق زمر داعش وأن تدحر الإرهاب في العراق بجهاز مكافحة الإرهاب بشرطة الاتحادية بقوات التدخل السريع بفرق الجيش العراقي بألوية الحج الشعبي بكل العراقيين الذين تمكنوا من تحقيق هذا الانتصار اليوم نحن قادرون على حماية أرضنا من أي تهديد أقوات الأجنبية المتواجدة الآن في العراق هي متواجدة معدرة المقاطعة ولكن كلام الشيخ قيس الخزعلي يوحي بأن هناك حربا نظامية مرتقبة يعني جاوز الموضوع موضوع فصائل مسلحة وعمليات نوعية وكرفر وحرب شوارع أنت لما تحدث عن جيش تتحدث عن جهاز مكافحة إرهاب تتحدث عن حشد شعبي ضمن المؤسسة العسكرية حرب نظامية من جيش عراقي مع قوات أمريكية تعتبر غازية بهذا المنطق تتحدث الآن سيد الكريم سيد الكريم عندما نتحدث اليوم نتحدث عن العراق بحكومته ببرلمانه بشعبه هو رافض لوجود هذه القوات الجميع يعرف أن الكيانات السياسية بكتلها البرلمانية الممثلة في مجلس النواب العراقي تسعى اليوم بعد أن أصدرت قراراً في الدورة السابقة في آذار 2018 لم تلتزم به الحكومة السابقة هذا القرار كان ينص على وضع جدول لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بعد تحقيق الانتصار العسكري الكامل على داعش وبالتالي اليوم نتحدث ككتل برلمانية وكقوة سياسية وكحكومة عراقية عندما يتحدث ترامب بلهجته المعهودة هذه اللاجة التي تثير السخرية لا لا تتحدثون أستاذ محمود أستاذ محمود كتل سياسية معذرة أستاذ كتل سياسية قوى مسلحة يعني قواعد جماهيرية شيوخ عشائر شيء والحكومة شيء آخر لحد الآن يعني الحكومة العراقية لم تتحدث بوضوح حول هذا الموضوع فيما يتعلق بتواجد القوات الأمريكية وشكلها وعديدها وقواعدها سيد الكريم كلمة كلمة الحكومة العراقية هي كلمة فضفاضة عندما تتحدث عن شيء اسمه حكومة ماذا تقصد من يحكم العراق اليوم من هي السلطة الأعلى في العراق اليوم هل هي السلطة التشريعية مجلس النواب الذي نعرف جميعا أن لجنته القانونية ماضية الآن في إعداد قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق أم تتحدث فقط عن مجلس الوزراء الذي نعرف جميع وزراء وفي معظمهم يتحدثون معنا بشكل واضح ونعتقد أنكم ذكرتم في التقرير رأي السيد الرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عندما يرفض تصريحات ترامب التي يحاول فيها أن يقلل من قيمة العراق الذي يتحدث عن صراع إيراني أمريكي في العراق هو يقلل من قيمة العراق اليوم الذي يحدث هو اعتداء على السيادة العراقية بمعزل عن الصراع الأمريكي الإيراني محاولة الإبقاء على قواعد عسكرية هو مخالف لإتفاقية الإطار الستراتيجي هذه أمور ينبغي أن نضعها نصب أعيننا وأن نبحث في كيفية تصريحة على سيادة واستقلال العراق وحمايته هو تماهي مع تواجد الأمريكي وسكوت سيد عادل عبد المهدي أيضا في هذا السياق لا السيد عبد المهدي ليس بساكت نعم هو لا يميل إلى الظهور الإعلامي كثيرا هو يحاول أن يحقق ملفات يبحث فيها وهو يعرف تماما بأن محاولات إشغاله عن بناء الدولة بمثل هذه التحركات والتصريحات الأمريكية التي نقول للشعب العراقي ونقول لكل العالم أنها لا قيمة لها هي لا تصمد أمام إرادة العراقيين للذين أخرجوا الاحتلال وسحقوا داعش تعرف الولايات المتحدة جيدا بأنها غير قادرة على البقاء إذا لم تحصل على موافقة من الحكومة العراقية والحكومة العراقية ملتزمة بالقوانين وبالدستور التي تلزمها بالرجوع إلى السلطة التشريعية ومجلس النواب لكي تستطيع أن تبقي أحدا في العراق جميعنا يعرف أن اتفاقية الإطارة الستراتيجي نصت على لا وجود لقاعدة عسكرية دائمية أمريكية في العراق ولا وجود لجندي عسكري واحد بحصانة على الأرض العراقية هذه المكاسب الكبيرة التي حققناها سابقا ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نديم زخم انتصارنا على الاحتلال وعلى الإرهاب وبالتالي نحفظ وطننا ونحفظ سيادته واستقلاله ونعتقد هذا يتم بتضافر جهود الجميع أستاذ أحمد البهادري معذرة أن نرحب بك مرة أخرى ضيفا عبر الأقمار الصناعية من بغداد عضو التيار الإصلاح الوطني ربما سمعت وجهة نظر الأستاذ محمود يعني هنا نتحدث عن أزمة مرتقبة حينما يتحدث تمثيل سياسي داخل مجلس النواب وكتلة سياسية مهمة كفصائل الحجد الشعبي داخل مجلس النواب بمعنى أننا مقبلون على أزمة ميدانية سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية أين مصلحة العراق من تصعيد الأزمة وتفاقمها بهذه الطريقة التي سمعناها من الأستاذ محمود الربعي وهو يمثل جهة سياسية لها حضور وتمثيل سياسي ونيابي مهم كالحجد الشعبي والعصائب وكتلة سياسية أخرى في تحالف البناء بسم الله الرحمن الرحيم وتحية لك ولمشاهديك ولضيوفك فقط أرغب بتصحيح يعني الاسم أنا دكتور أحمد البهادلي قيادي في تيار الإصلاح الوطني والحقيقة أتشرف أن أكون عضوا في التيار أو كياديا لكن أريد أن أتحدث إليك بهذه السفة منذ عام 2014 تقريبا حاول الدكتور الجعفري أن يجعل كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية داخل العراق بصفة وزير الخارجية أن يجعله عراقيا صرفا ولذلك كنا نتحرك وبوضوح سواء في الجانع العربية أو في الأمم المتحدة أو حتى في الجانعية العمومية الأمريكية وكنا نؤكد حضور القوات العراقية المسلحة ولا نقبل بأي جندي أجنبي يقاتل معنا إلا ضمن إطار اتفاقية واضحة وتعاون مشترك والأمريكان كباقي دول العالم جزء من تحالف دولي أصدقاء للعراق ليس أكثر ولا نقبل بمثل هذه التصريحات التي أشار إليها ترامب وفي برنامج على قناة الـ CBS ولذلك نحن نتحفظ على هذا الطرح العراق ليس قاعدة أمريكية حتى يشرح ترامب بمثل هذه الطريقة وشاطر رأيي الأستاذ محمود الربيعي الذي قال نحن كلنا جنود نقاتل أي تواجد أجنبي على الأراضي العراقية وبالتالي لدينا دستور ولدينا منظومة حكومية ومنظومة تشريعية ومنظومة قضائية وعلى هذا الأساس نحن كعراقيين نتفق جميعا على رفض الوجود الأمريكي داخل العراق وبالتالي لا نقبل لأمريكا أن تحارب أي دولة من دول الجوار ودول المنطقة من خلال العراق هناك مشاكل ربما استراتيجية وهي مشاكل قديمة بين إيران وأمريكا ودائما ما تصف إيران كجمهورية إسلامية تصف أمريكا بأنها عدوة الشعوب وأنا أتفق مع هذا الطرح فعلا أمريكا عدوة الشعوب ولا تريد الاستقرار في المنطقة وإنما تحاول أن يكون لها الفائدة الأكبر في وجودها داخل هذه المنطقة وبالتالي نسأل سؤال كبير بعد أن حرر الحجد الشعبي وفصائل المقاومة الشريفة والجيش العراقي وقواتنا البطلة جميعا وأبناء العشائر والبيشمرقة حرروا الأراضي العراقية وبعد مضي أكثر من عام تقريبا على إعلان النصر تجد الأمريكان يتجولون في المناطق المحررة ترى لماذا؟ لماذا يريدون مثل هذا الاحتكاك في هذه المناطق بينهم وبين بعضهم؟ هذا السؤال ليش ما سؤال للحكومة؟ أستاذ أحمد ليش ما الحكومة صرحت؟ اليوم مثلا سيد رئيس الجمهورية برحم صالح طبعا برحم صالح رئيس الجمهورية هو جزء من السلطة التنفيذية بموجب الدستور وليس رئيسا شرفيا كما يسوق في الإعلام للتهويم من المنصب قال بأن الولايات المتحدة لم تستأذن العراق لمراقبة إيران لكن بالمقابل قال هناك اتفاقية إطار استراتيجي تؤثر وتشرعن وجود القوات الأمريكية في العراق وتجوالها كما تفضلت جنابك يعني لماذا الحكومة العراقية ساكتة على مثل هذا الموقف الذي تعتقدون أنتم في الإصلاح أو في فصائل أو في العصائب أو في أي تيار سياسي معارض لهذا التوجه يعني كيف تقيمون موقف عادل عبد المهدي الساكت من هذا الموضوع على الرغم من كل هذه التهديدات وكل هذه التصريحات المهمة بأننا سنقاتل الأمريكان في حال دخلوك محتلين للعراق كما ذكر ترامب عفوا عفوا أنا أعتقد أنه الطابع العام عند العراقيين جميعا سواء كان حكومة أو كان برلمان أو قضاء أو حتى رئيس الجمهورية أو الشعب العراقي أعتقد لكل متفقين على أن وجود الأمريكان في العراق يشكلوا خطرة وقد يتصاعد على هذا الوجود يعني عراق مسلح لا لا عفوا حتى نطلع من هذه العموميات أنا أريد موقفا سياسيا من السلطة التنفيذية الذي يجسد هذا الكلام الذي قاعد يقوله جنابك الآن وين هذا الكلام وليش ما طلع لي حد الآن رغم خطورة الموضوع لا أنا أعتقد أنه الحكومة عبرت وبأكثر من طريقة رافضة للوجود الأمريكي لكن تعرف جنابك هناك قنوات دبلوماسية بين العراق وبين أمريكا وأمريكا لا تعد كونها دولة من دول العالم أستاذ أحمد مع جيل اخترامي نحن أمام موقف خطير يعني كلام السيد أوس الخفاجي والشيخ قيس الخزعلي وحركة النجباء وما قال الأستاذ محمود الربيعي بأن هناك صدام رمى يتحول في إطاره الرسمي وليس في إطار حرب عصابات وفصائل مقاومة فنحن نحتاج إلى موقف بورساء الجبلوماسية هل هناك موقف سياسي واضح من حكومة عادل عبد المهدي يعني ينسى جمعة توجهاتكم اللي تقولوها الآن جلابكم الأستاذ محمود طبعا أنا ما تخليني أتحدث معك إذا تنتيني شوية وقت تتذكر زيارة ترامب كان بوضوح تحدث السيد عادل عبد المهدي ورفض الدكتور عادل عبد المهدي رفض الذهاب إلى القاعدة وأن يكون هناك لقاء على اعتبار أن العراق دستور واضح وحكومة واضحة وبإمكان ترامب عندما يريد زيارة العراق أن يأتي من منافذ دبلوماسية معلمة وكانت زيارة حقيقة زيارة مخابراتية الآن عندما تجول الأمريكان في هذه المناطق الحكومة أيضا عبرت عن رفضها وأشارت إلى أن هناك نوع من الاتفاق بين القوات العراقية وبعض القوى الصديقة ومنهم الأمريكان لمثل هذا التحرك لطابع أمني لا أكثر الذي غير المعادلة حقيقة تسريح ترامب يوم أمس عندما قال أننا نريد أن نستقر في العراق ونتخذ من العراق منطقة لمراقبة الشرق الأوسط والمقصود طبعا هو إيران لذلك نحن نتحفظ على أن يكون العراق محطة للمراقبة ولذلك أعتقد أنه في اليومين القريبين سيكون هناك توجه حكومي وربما يضغط مجلس النواب على الحكومة لإعادة النظر في الاتفاق على ذكر مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم في ملتقى الرافدين ذكر بأن الموضوع يتعلق بالسيد عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة هو ينطينا موقف حتى نتحرك سلطة تشريعية وراحب مرة أخرى بالدكتور غازي فيصل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور غازي ألا تعتقد بأن العراق ربما مقبل على ورطة سياسية وأمنية إذا لم يكن هناك موقفا سياسيا واضحا تجاه قضية الوجود الأمريكي في العراق بعد إعلان التراضي الصريح بأن التواجد في قاعدة عين الأسد هو تواجد عسكري لأننا صرفنا فلوس على هذا القاعدة ونحن هنا لمراقبة إيران نعم نعم أتفق معاك تماما دكتور زيد أن الأيام القادمة ممكن نشهد من خلالها تصعيد خطير بين الأطراف المختلفة في العملية السياسية في العراق هناك تناقض واضح في المواقف بين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس رجلس النواب وغيرها من الفصائل والأحزاب السياسية أنا أعتقد هناك تصعيد غير مبرر للمشكلة على الأطلاق أنا لست مع الوجود الأمريكي أصلا في العراق ولا مع احتلال أمريكا في العراق لكن اليوم نعاني من أمر واقع أمريكا أنفقت 2 تريليون دولار على احتلال العراق وعادت تأهيل أكثر من 76 قاعدة عسكرية بعد الاحتلال كانت تابعة للجيش العراقي وأنفقت المليارات على القيارة وغير القيارة وعين الأسد وفي سليمارية وغيرها من المناطق المهمة على هذا الأساس أعتقد وجود هذه القوات هو وجود شرعي ضمن إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي ووزير الخارجية الروسية قبل أيام كان لديه تصريحات أيضا مهمة جدا حول هذا الموضوع وأعتبر الوجود الروسي الوجود الأمريكي في العراق أفوا هو وجود شرعي لا اتراض عليه مسألة المراقبة على إيران من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل قدراتها إلى عبر الأقمال الاصطناعية عبر منظومات التجسس في الخليج في أواصف آسيا عبر الطائرات الخاصة إلى آخره وهي تراقب من شلالها التحركات التي تستهدف رصدها وليس فقط عين الأسد عين الأسد واحدة من النقاط التي يمكن تراقب من شلالها الولايات المتحدة الأمريكية تطورات الأمور أو بعض المواقع الاستراتيجية المهمة التي تم الأمن القوم الأمريكي المشكلة اليوم ديكتور زيد أن هذا التناقض الصارخ بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي منذ أربعين عام هناك أزمة حقيقية إيران تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشر الأكبر الشيطان الأكبر وهي عدو بالنسبة لإيران منذ 1979 والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تعتبر اليوم إيران كدولة صديقة على رغم من المفاوضات التي كانت تجري بين كروكر والسفير الإيراني هل تلمح دكتور غازي هل تلمح إلى احتمالية حدوث صفق ما في إطار هذا الضغط الأمريكي الاقتصادي على إيران وهذا بالضرورة يعني بأن إيران ستجلس على طاولة مفاوضات معينة ويعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط هل هذا الاحتمال وارد في سياق حديث ترامب حول مراقبة إيران وليس مهاجمة إيران نعم كان ترامب واضح جدا يعني هو لم يشير إلى هجوم أو نية الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة أسكرية إلى إيران هذا واضح تماما لحد هذه اللحظة لكن ترامب يشير بوضوح أنه يراقب هذه التطورات يراقب المواقع الاستراتيجية ضمن إطار تحول الاستراتيجية الأمريكية كما أشار بومبيو من الاحتواء إلى المواجهة والمواجهة ممكن تكون اقتصادية ممكن تكون سياسية دبلوماسية ممكن اجتماعية تقافية علمية ممكن رادعة ممكن رادعة تماما بالضبط وأيضا في كل الظروف ممكن نذهب إلى المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأذكر بعد أيام ستكون هناك مفاوضات بين أمريكا وبين كوريا الشمالية إذن كل شيء قابل للتفاوض للحوار دكتور غازي هل الحكومة العراقية يعني تعلم ببديهيات هذا التحليل السياسي المتعلق بالضغط مقابل الجلوس على طاولة المفاوضات وهذا ما يبرر ربما موقف عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة من هذا التحرك الأمريكي في الداخل العراقي أو ما صرح به حتى السيد برهم صالح رئيس الجمهورية اليوم حينما قال بأن هذا التواجد الأمريكي بناء على اتفاقية استراتيجية موقعة ما بين البلدين مؤكد تتذكر حضرتك تطريحات السيد ترامب كانت باستمرار تأكد على الفرصة للذهاب إلى التفاوض ودعا الرئيس الإيراني للتفاوض الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية ليس الحرب الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في تغيير سلوك النظام الإيراني بمعنى التخلي عن فلسفة تصدير الثورة التوري الإيراني التدخل في الشؤون السيادية للدول في سوريا في لبنان صواريخ تنظيم عسكرة المجتمعات الإنفاق على التسلح اليوم إيران أنفقت أكثر من 350 مليار دولار على الحروب في المنطقة أنفقت أكثر من 500 مليار دولار على التسلح بمختلف مستوياتي خصوصاً في الصواريخ الفلسطية إيران في الواقع تصدر صورتها للعالم كدولة للحرب وهذا لا ينسجم مع المجتمع الدولي مفاق الأمم المتحدة استراتيجيات الدول للذهاب للأمن للشراكة للتعاون للاستقرار مع الأسف إيران من 1979 لليوم هي تعلن عن نفسها كدولة للحرب وهذا ما يشوه سمعة إيران ويقلل من فرصة إيران للذهاب للتعاون الأمني والسلمي لاستقرار التكنولوجيا إلى آخر هي أعتقد لو إيران تغير من هذا النمط في استراتيجيتها يعني هي كل يوم تطلع لنا صاروخ ذكي وصاروخ بعيد وصاروخ 2000 كم وكل يوم تطلع لنا طيارة وقمر إصطناعي ونضرب ونهاجم التصريحات التصدر من الجنرالات الإيرانيين خطيرة تهدد دائما بالحرب دول الجوار وغير دول الجوار والعالم هذا الخطاب العسكري الاستراتيجي للحرب الدائمة لن يكون في خدمة الأمن والاستقرار في المنطقة ولا في خدمة إيران نتمنى أن تذهب ضغوط معينة من روسيا من الصين من أصدقاء إيران دكتور إذن تعتقد بأن التصعيد في الداخل العراقي من قوى وفصائل مسلحة هذا كلية غير مبرر وإنما أن هناك نوع من الضغوطات المتبادلة والحرب الإعلامية لأخضاء إيران بأدوات اقتصادية ليس أكثر بالتأكيد بالتأكيد وأعتقد هناك فرص للذهاب إلى حوار دبلوماسي بناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران نتذكر كانت أمريكا طرف في الحوار الدبلوماسي مع القوى الدولية الخمسة اللي ناقشت موضوع اتفاقية النووية أمريكا تطلب تعديلات تطلب أن تلعب إيران دور بناء في السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وتتخلى عن أدوارها العسكرية والحربية والصواريخ والميليشيات وقزب الله وغيرها من التفاصيل أكيد هذه الاستراتيجية الإيرانية المستمرة لن تخدم إلاقات التعاون البناء بينها وبين المجتمع الدولي وبينها وبين أوروبا وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية طيب أستاذ محمود الرباعي الآن يعني كلا الدولتين تؤمنان يعني أتحدث عن إيران أتحدث عن الولايات المتحدة كلا الدولتين تؤمنان بأن خيار المواجهة هو الخيار الأخير وربما يعني هم مدركون أن المواجهة يعني الدمار والدخول في حرب تشعل المنطقة وكلا الطرفين يتجنبان مثل هذا التصعيد لماذا يعني تتبنى الفصائل العراقية والقوى السياسية لغة التصعيد بمقابل أن هاتين الدولتين ترسل رسالة الإعلامية ليس إلا يعني ليش إحنا نكون أداة لتوريط العراق بهذه القضايا أو بهذه الحرب التي إحنا بالنتيجة جلسنا طرفا بها بالنهاية لماذا لا ندفع نحو الدبلوماسية والحلول هادئة من خلال الأدوات المتاحة لدى الدولة العراقية وحكومة عادل عبد المن أنا منذ البدء ذكرت لحضرتك وللمشاهدين بأن مسألة النظر إلى تصريحات ترامب من زاوية الصراع الإيراني الأمريكي هي نظرة خاطئة ينبغي علينا كعراقيين أن نفكر ببلدنا هذا البلد العظيم الذي رويناه بدماء الشهداء وتمكننا من حمايته ودحن الإرهاب والاحتلال هو ما نفكر به الصراع الإيراني الأمريكي يمكن أن يمتد على طول الخليج والخليج فيه عشرات الآلاف من الكيلومترات التي يستطيع فيها الإيرانيون والأمريكون أن يتبارون هناك هذا الصراع موجود معذرة أربعين سنة وهذا الصراع مستمر أنا لست منكر لا أحد ينكر أستاذ محمود فقط للتوضيح هذا الصراع من أربعين سنة مستمر فيه مفاوضات فيه تلاقي فيه التقاطع فيه مفاوضات تحت الطاولة فيه اتفاقات ليست ظاهرة بالمقابل سئل ترامب مباشرة وقيل هذه القاعدة لمهاجمة إيران قال لا احنا من هاجم إيران احنا فقط نريد أن نراقبها فيعني احنا العراقيين لماذا يراقب ترامب؟ لماذا يراقب ترامب منطقة الشرق الأوسط من العراق؟ هل العراق هو الولاية الأمريكية الأخيرة؟ هل العراق هو محطة أمريكية للمراقبة؟ يا أخي رئيس الجمهورية سيد الحمود رئيس الجمهورية يقول لك التواجد الأمريكي بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن فإحنا خلنلغي الاتفاقية وبعد ننهجي أنت تتحدث أنت تتحدث في موضوعين أنا أتحدث في موضوع واحد الموضوع الواحد هو تصريح ترامب خرق للقانون العراقي والدستور العراقي لا أستاذ الحديث عن اتفاقية الإبار تحتاج منها تفصيلات كثيرة لا عفوا عفوا دعني أقبل عبارتي استاذ دعني أقبل عبارتي رئيس الجمهورية حامي الدستور الأعرف بالعبارات الدبلوماسية والسياسية والدستورية المفروض أكثر مني ومنك يقول لك هذا تواجد بموجب اتفاق دعني أقبل عبارتي لك أنت تتحدث معي دعني أقبل العبارة استاذ استاذ زيد دعني أقبل العبارة طبع لا تقاطعني كثيرا لكي يكون الكلام واضحا للجمهور لمشاهدين والضيوف الكرام مسألة النظر إلى تصريح ترامب على أنها في إطار الصراع الإيراني الأمريكي هي نظرة خاطئة المسألة تتعلق عندما ننظر إليها تتعلق بالعراق هذا العراق بلدنا مو بلد ترامب ولا بلد الإيرانيين هذا العراق فيه قانون فيه دستور الدستور ينوص على منع استخدام العراق كمحطة للإضرار بدول الجوار أو ضربها أو التجسس عليها هذا دستور عراقي نحترمه جميعا ونلتزم به جميعا عندما يعتدي ترامب على استقلال وسيادة العراق بطرقه المتعددة يعني رئيس الجمهورية غلطان إستاذ مقبود رئيس الجمهورية كلام غلط ضد الدستور لكل واحد مننا من ظارة ورأية أنت تسألني أن أتحدث عن رأيي وعن رأيي موقف الحركة وموقف التعالف معجرة أعتذر 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 للنقاش ولكن ولكن يا عزيزي هذا قانون ودستور وليس لكل واحد وجه نظر يا أستاذ القانون والدستور ينص على منع استخدام العراق كمحطة للاعتداء على دول الجوار جيد ممتاز ممتاز رئيس الجمهورية ما يعرف أكويتي مادة دستورية عليها في الدستور السيد رئيس الجمهورية يتحدث من موقعه عندما نذهب إلى الدستور الدستور موجود ومكتوب وبإمكان الجميع الإطلاع عليه لا يختلف عاطلا على أنه رئيس الجمهورية حام الدستور ومراقب لأجل أن لا يتم خرط الدستور فهل رئيس الجمهورية لا يعرف نصوص دستورة أستاذ محمود لا لكي تعرف معنى كلمة حام الدستور عندما يكون هناك قانون يشرع في مجلس النواب العراقي وفيه مخالف للدستور هنا يأتي دور رئيس الجمهورية ولا يصادق على هذا القرار ويقول أن فيه مخالف للدستور هو يمارس دور صيانة الدستور هنا قضية قضية الوجود الأمريكي بس جاوبني أستاذ محمود عفوا قضية الوجود خليني أكمل عبارتي وبعدين قاطعني أستاذ زيد خليني أكمل عبارتي وبعدين نتحاول عنه بس جاوبني على سؤالي هل رئيس الجمهورية لا يعرف بوجود مادة دستورية تنص على أن العراق ما ينبغي أن يكون ساحة لمهاجمة الدول الأخرى؟ رئيس الجمهورية يعرف أكثر منك بالدستور ويعرف ما هو معنى حام الدستور أنت تتحدث عن فقرة تفهمها بشكل صدحي وهو يتحدث بشكل عميق اليوم رئيس الجمهورية يتحدث في السياسة الخارجية لا أنا مدى تحدث بشكل صدحي رجاءً أستاذ محمود رجاءً خليك من هذه المسميات يا عزيزي الله يخليك يعني حتى ليه يكون موضوع شخصي أنا إذا أسألك سؤال الله يرضى عنك هو يقول وجود القوات الأمريكية بموجب اتفاقية أمنية هل رئيس الجمهورية لا يعرف كيف يربط المواد والاتفاقات ما بين بلدين بالمواد الدستورية؟ جاوبني على هذا السؤال هو هنا لا يتحدث عن قوات برية تتجول في المدن العراقية هو يتحدث عن قوات عسكرية كان قد صرح عنها رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي على أنها قوات موجودة لأغراض التدريب والاستشارة أما قوات برية أجنبية تتجول في الأرض العراقية المجلس النواب العراقي الحالي يعمل على استصدار قانون لإخراجها وبالتالي إذا لم تستجب هي ستتحول إلى قوات محتلة لا يتحدث عن السيد الرئيس الجمهورية السيد الرئيس الجمهورية أحرص منك ومني على حماية استقلال العراق والسياق على الرغم بأنه في بداية الكلام أستاذ محمود يعني سجلت جنابك مؤاخذة على رئيس الجمهورية في سياق هذا التصريح ولا أدري إن كان هو أعرف مني ومنك أو أنه ربما أغفل شيء آخر أو يأتي في سياق الدبلوماسية أستاذ أحمد البهادلي إذا ما عرض القانون يعني قوانين اللي نفهمه وفق السياقات الدستورية والنظم الداخلية للحكومة والفرلمان بأن القانون يصدر من الحكومة العراقية ثم يأتي إلى مجلس النواب هل تعتقد بجدية الحكومة بتشريع مثل هذا القانون وإحالته إلى مجلس النواب ليكون نافذاً بعد تصويت ممثلي الشعب علي بس إذا أمكن تفسح عن القانون أي قانون تقصد قانون يعني إخراج القوات الأمريكية من العراق عفوا هذا ما بحاجة إلى قانون لأنه تدري جنابك إحنا مع أمريكا عدنا اتفاقية استراتيجية والاتفاقية استراتيجية تنص على أنه للعراق سلاحية الموافقة أو عدم الموافقة في تحرك القطاعات العسكرية وللعراق العلم بجداول دخول وخروج كافة المنتسبين لهذه القوة أو تلك أي قوة صديقة وللعراق أيضاً العلم بكل دخيرة هذه القوة ما حدث هو مخالفة صريحة لاتفاقية لذلك أنا في مداخلتي السابقة كنت أكد على الحوار الدبلوماسي وجنابك قاطعتني ولازلت أكد على الحوار الدبلوماسي بالإمكان السيد عبد المهدي أن يرسل السيد وزير الخارجية ومعه وفد مفاوض لأن نظر بهذه الاتفاقية مجدداً وقد ترفض هذه الاتفاقية إذا ما أصر الأمريكان على موقفهم وأنا مع أن تلغى أساساً من الطرف العراقي على اعتبار أن العراق كان في محنة وبحاجة إلى مثل هذا التحالف الدولي والآن نحن لسنا بحاجة إلى هذا التحالف على اعتبار أن ما كان يزعزع الأمن الوطني العراقي أو الأمن القومي بشكل عام قد تلاشى والآن الحمد لله كل العراقيين يعيشون في بحبوحة أمنية إنجاز التعبير وبالتالي لا نحتاج لوجود أي قوات نعم هناك مخاطر استراتيجية قد يثيرها تنظيم الدولة الإسلامية أو المعروف بداعش هذا اللي حقيقة ما نقبله وما نتمنى أن يحدث لذلك التزمنا بإطار الاتفاقية أما مع خرق الاتفاقية بهذا الشكل الواضح والصريح الذي عبر عنه ترامب ليلة أمس هذا نربض أما ما يثار حقيقة في وسائل الإعلام وبعض قنوات التواصل الاجتماعي أن هذا الوجود الأمريكي هو للقضاء على الحكومة هو لتبديل الحكومة هو لمحاربة الحجد الشعبي هذا كله ليس صحيحا وأمريكا تعرف جيدا حجم إيران في المنطقة إيران التي انتصرت على أمريكا وفي أكثر من مكان سواء كان في سوريا أو غيرها وإيران التي انتصرت أيضا على دول الخليج إيران قوية واحدة من الدول العظمى تمتلك ترسانة عسكرية كثيرة خلينا قضية التصار إيران على فلان وفلان يعني هذا ليس موضوعنا ولكن بالعودة إلى قضية أن السيد عادل عبد المهدي سينهج السلوك الدبلوماسي هذه قضية جوهرية ورئيسية السيد عادل عبد المهدي ربما يزور واشنطن للحديث حول وجود القوات الأمريكية أو الحديث عن الاستثناءات بالعلاقات الاقتصادية ما بين بغداد وطهران مهمة عادل عبد المهدي هل تعتقدها سهلة في التعامل مع إدارة ترامب؟ لا قطعا ليست باليسيرة مهمة شاقة وبإمكان الرجل أن يتخذ أكثر من قناة للضغط على أمريكا قطعا المبدأ الأول وهو حسن يفعل باتفاق مع السيد الرئيس الجمهورية أشرك كافة دول الجوار العراقي وهذا طبعا مهم بالنسبة للعراق علينا أن نؤسس إلى اتفاق أساسي أو ستراتيجي بين العراق ودول الجوار ومن ثم بعض دول المنطقة كذلك وأيضا مع بعض دول العالم مثل روسيا والصين نحن نحتاج مثل هذا التعاون المشترك بيننا لتشكيل ورقة ضغط كبيرة على الجانب الأمريكي وللأسف لأن العراق هو منطقة محاذية للجانب الإيراني وهناك مشاكل حقيقة بين إيران وأمريكا قد تنعكس نحن كنا خايفين حقيقة أن تعكس ظلالها عسكريا في المنطقة لكن نعلم جيدا أن أمريكا لا تمتلك تلك القدرة على مواجهة إيران حاليا وربما تواجه إيران في وقت آخر لكن الآن لا على اعتبار أن سوريا وملفها ما حسم إلى الآن وأن هناك الكثير من القطعات الأمريكية موجودة في سوريا وبالتالي أن تكون هناك مساحة حرب واسعة للأمريكان بمثل هذا الشكل هذا أمر مرفوض والأمريكان يعلمون جيدا إذا كنت مؤمن بهذه الطريقة في الداخل العراقي لن تطول القوات الأمريكية في العراق إذا كنت تعتقد بهذه الطريقة في التعامل مع الأزمة في سياقة الدبلوماسي هذه نقطة جنابك ملتزم بها إلى حد كبير وكذلك أن الحرب ليست قريبة لا تستطيع أمريكا مواجهة إيران فإذن الأولى بالفصائل المسلحة أن لا يجر العراق إلى تصعيد في مواجهة أمريكا والقوات الأجنبية في العراق على اعتبار أن هناك سبل دبلوماسية ربما تنجح في إطار تسوية الموضوع ما بين حكومة عبد العبد المهدي وإدارة ترامب يعني أجاوبك حقيقة بشكل مختصر أعتقد نعم أن الفصائل المقاومة آراء متعددة باعتبار أنهم جهات متعددة لكن في النهاية هم يمثلون جهة حكومية وهي الحجد الشعبي وتعرف جنابك أن الحجد الشعبي مؤسسة حكومية وبالتالي قرارها سيكون قرار حكومي أو تابع للقرار الحكومي فلن يكون هناك مثل هذا التصعيد إلا إذا ما بادرت أمريكا أولا وهو أمر مستبعد جيد دكتور غازي فيصل هل تؤمن فعلا بأن لا حاجة للعراق لتواجد الأمريكي لا من الناحية الاستشارية ولا من ناحية اتفاق إطار استراتيجي ويدعو الأستاذ أحمد البهادي لربما إلى إلغاءها بعد التطور الحاصل في أداء المؤسسة العسكرية العراقية شنو رأيك دكتور؟ بالتأكيد هذا موضوع في النهاية تقدر الحكومة العراقية والسلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية أنا ما أعرف بالضبط اليوم الجيش العراقي مدى حاجة للجيش الأمريكي نعرف اليوم العقيدة العسكرية للجيش العراقي هي عقيدة أمريكية التسليح للجيش العراقي هو تسليح أمريكي الصيانة العقود العتاد إلى آخر من التباصيل لهذا السبب نستمع إلى تصريحات من المسؤولين العراقيين للاستمرار أو للحاجة أن تكون العقيدة عقيدة المؤسسة العسكرية برمتها دكتور غازي هذا ربما عليه الكثير من الاستفهام والبحث ربما تكون جهاز مكافحة الإرهاب في إدارته وفي نشأته ربما يكون بهذه الشاكلة ولكن بقية المؤسسات الأخرى ليست ذات عقيدة أمريكية لا أكيد المؤسسات الأخرى خارج الجيش العراقي موضوع آخر أن أتحدث عن الجيش العراقي صنوب الجيش العراقي عندما كان الجيش العراقي يستورد السلاح من الاتحاد السوفيتي والدول أوروبا الشرقية كانت العقيدة عقيدة شرقية السوفيتية اليوم الطائرات الدبابات الدروع المدافع الأسلحة العتاد والصواريخ أمريكي غربي وبالتالي تنتقل العقيدة الأسكرية مع طبيعة التسلح لكي يوظفها الجيش العراقي في استراتيجيته الأقليمية للدفاع الأمني وغيرها أيضا أحب أشير إلى نقطة جنابك أيضا تفضلت بها مسألة شن أمريكا للحرب على إيران من العراق لا يمكن لإيران ولا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع العراق والأراضي العراقية والقواعد الأمريكية لشن عمليات أسكرية ضد إيران تتذكر جنابك الحرب التي شنتها أمريكا على العراق كانت الصواريخ تأتي من البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي وطائرات البي فيفتي تو وبالتالي وأيضا من ديغوغارسيا الجزيرة كانت تأتي البي فيفتي تو وغيرها من الوسائل والتقنيات الكبرى لا سمح الله إذا احتاجت أمريكا أن شن عمليات أسكرية فهي لا تحتاج أن شن هذه العمليات من قاعدة موجودة في العراق لكن المراقبة هذا موضوع آخر وبالتأكيد أيضا أشار سيد الرئيس ترامب لعدم وجود أي داعي أو سبب أو تبكير للولايات المتحدة الأمريكية بشن أي عمليات أسكرية باتجاه إيران وبالتالي هذا التصعيد اللي نسمعه من الكتائب والمنظمات الأسكرية أو التنظيمات الأسكرية المسلحة في الحجد الشعبي أعتقد غير مبرر وعلينا أن نكفع باتجاه الحوار الدبلوماسي البناء وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والاتجاه باتجاه استراتيجية لبناء السلم والأمن والاستقرار بدلا من لغة الحرب والتح دكتور وأنت أستاذ علم سياسية هذا يحتاج إلى توافق داخلي كيف يمكن بناء استراتيجية تجاه مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن العراق الوطني وليس هناك إجماع عليها بشكل أو بآخر نعم نعم أنا أتفق معك تماما يجب أن يكون هناك توافق وطني عراقي تجاه مسألة الحرب والسلم وأيضا الدستور يحدد بوضوح أن قضية الحرب والسلام مرتبطة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهناك سياقات موجودة ضمن إطار الدولة يعني لا يمكن لطرف أو آخر في هذا الموقع أو ذاك أن يعلن شن الحرب بهذا الاتجاه أو ذاك ولهذا السبب على كل القوى أن تحترم الدستور وتحترم القانون وتحترم السلطات والمؤسسات والهيئات سواء القيادة العامة للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأعتقد لحد الآن سيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتبع منهج عقلاني لخدمة مصالح الأمن والاستقرار في العراق وكذلك للحفاظ على الصداقة والتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية يعني لا يجوز أن نذهب باتجاه استعداء أو العداء باتجاه إيران إيران بالنهاية هي دولة جارة ويجب أن نكون حريصين على سلامة وأمن الشعب الإيراني الجار كما تركيا كما بقية دول الجوار على هذا الأساس أعتقد يجب أن تذهب الجهود ليس باتجاه التصعيد للأزمة بقدر ما تذهب باتجاه انفراج الأزمة نحو الحوار وتقديم إيران لتنازلات يعني على إيران اليوم أن تقدم تنازلات الدستور الإيراني حتى يومنا هذا يعلن الحرب على الجوار وعلى العالم يجب على إيران العقلاء في إيران المعتدلين في إيران أن يعيدون النظر باستراتيجية الحرب والتمدد والتدخل باتجاه ضمان ربما يعني إعادة النظر بالدستور أستاذ دكتور غازي فيصل يعني مسألة معقدة للغاية بسبب مراكز القوى في الدولة الإيرانية ولكن يمكن مراجعة السياسات والجلوس إلى طاولة الحوار وهذا ما يلمح إليه بين فترة وأخرى جوال ضريف وزير الخارجية الإيراني أستاذ محمود ربيعي ما رأيك بفكرة حوار بناء مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإسلامية في إيران لإيجاد تسوية لأن لا يتحول العراق إلى ساحة يعني نقدم الجبلوماسية على كافة الحلول لإيجاد خارطة طريق تحظى بتوافق وطني في الداخل العراقي لكي تكون برنامجا سياسيا طموحا لحكومة عدل عبد المهدي في حواره مع إدارة ترامب بقضية وجود القوات الأمريكية أو مراجعة الاتفاقية للإطار الاستراتيجي ما بين البلدين بدأ يجب أن ننظر إلى واقع التصرف الأمريكي في العراق والتصرف الإيراني في العراق لا توجد في العراق قوات عسكرية إيرانية ولا قواعد عسكرية إيرانية وبالتالي الإيرانيون مبتعدون عن هذه القضية جاءوا إلينا بطلب من الحكومة العراقية وساعدونا في الحر ضد داعش كما جاءت قوات التحالف الدولي بطلب من الحكومة العراقية أعتقد بأن الوجود الأمريكي هو الخلل في المعادلة العراقيون يرفضون هذا الوجود القوى السياسية بناء الشعب العراقي الإرادة العراقية تقول بأن العراق قادر على حماية نفسه ويريدون يحافظ على استقلاله وعلى انتصاره على الاحتلال وعلى داعش وبالتالي هذه القوات غير مرغوب بها إطار الدولي تعالوا نتذكر الاتفاقية النووية بين الخمسة زائد واحد من الذي انسحب من هذه الاتفاقية الإيرانيون ومعهم الأوربيون أم أمريكا بمفردها عزلت نفسها عن العالم وانسحبت الحقيقة الذي ينظر في سياسة ترامب منذ تولير الحكم منذ العام الماضي سيشاهد بشكل واضح عزلة أمريكية عزلة أمريكية عن العالم العزلة الأمريكية سببها شيء في رأس ترامب هو يبني استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالأحرى يتخذ تكتيك جديد في تنفيذ استراتيجية الأمريكية الكبرى لفرض الهيمنة على العالم وهو عبر المسألة التجارية وعملية يعني الآن أمريكا تعيش عزلة دولية أستاذ محمود لا أنا تحدثت في مفصل معين انسحاب أمريكا من الاتفاق لم يكن انسحاب إيران من الاتفاق هناك خمسة زائد واحد هناك دول عظمى في العالم ما زالت موجودة في هذا الاتفاق مع إيران بينما أمريكا انسحبت وعزلت نفسها عن هذا الاتفاق كذلك اتفاقية المناخ اتفاقيات كثيرة الانسحاب الأمريكي الأخير من اتفاقية الصواريخ مع الروسيا هذه بوادر تعطي لنا أو بالأحرى مؤشرات تعطي لنا بشكل واضح سياسة ترامب ترامب يثير المشاكل حوله اليوم الأجواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ترامب لا يلاقي قبولا في الداخل الأمريكي خلينا من الداخل الأمريكي ويعمل بين فترة واخرى على تصدير هذه الأزمات إلى الخارج ماشي ماشي خلينا من ترامب وتقييم سياسة الخارجية يعني يمكن هذا مو موضوعنا بقدر ما موضوعنا هل بالإمكان أن نبني استراتيجية وطنية لمواجهة مثل هذه التحديات هل هذا وارد في ظل حالة انقسام نحن غير قادرين على تسمية وزير داخلية ودفاع لنستطيع بناء استراتيجية وطنية لا لا عفوا هذا الكلام غير صحيح تأخر تسمية وزير دفاع ووزير داخلية هذا لا يعني عدم وجود اتفاق إذا اختلفنا على شخص هذا الشخص يقدم إلى مجلس النواب ويصوت عليه إن حاز على القبول يكون وزيرا وإن لم يحز على القبول ليس هناك متمسك به يأتي غيره هذه العملية هناك تجاذبات سياسية حول شخص معين يعني لا نكبر الموضوع أكثر من حجمه هناك شخص الحاج فالح الفياض وهناك من يرفضه وهناك من يريده الذهاب إلى مجلس النواب سيحل هذه الإشكالية مسألة الدفاع هناك صراع بداخل البحور ومع الوطنية وهذا أيضا سيحل أنت تعرف أن هناك دول في العالم يتأخر فيها تشكيل الحكومة لا بد نحن لدينا تجربة عشنا أربع سنوات بدون وزير دفاع ووزير داخلية وهذه مضت بالوكالة لفترات طويلة هذه ليست مسألة خطيرة وكبيرة ولا تدلل على عدم وجود الانتفاق موجود في الرأي السياسي العراقي اليوم في مجلس النواب أن يذهبوا جميعا باتجاه إخراج القوات الأمريكية عبر سن قانون يلزم الحكومة بتنفيذه بغض النظر عن من تكون هذه الحكومة شكرا جزيلا محمود ربيع عضو المكتب السياسي لعصاب الحق ربما نلتقي لأول مرة على شاشة الفلوجة للحوار يعني أقصد ربما في حوار معي في التقطية الخاصة وقد تكون لدينا أو معك الكثير من الحوارات في قادم الأيام في ظل ساحة مفتوحة على مختلف الحوارات الأستاذ أحمد البهادلي القياد في تير الإصلاح شكرا جزيلا لك وعلى سعة صدرك أيضا في الحوار وهذا ما يتطلبه التوقيت الآن الأستاذ الدكتور غازي فيصل مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أستاذ علوم السياسية شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة من سكايب الشكر موصول لكم أولا وأخيرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة حسن الميخوك شكرا جزيلا لكم موسيقى اشتركوا في القناة